لو بتحب الجبنة الرومي ونفسك تعمليها جبتلكوا طريقة سهلة وبسيطة والفضل يرجع لي الله ثم لمدام حنان ان شاء الله هنعملها مع بعض بطريقة اقتصادية وسهلة وانا واثقة بامر الله ان هي هتعجبكوا جدا 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 طبعا لو لأول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش لايك والاشتراك ونبدأ يلا على بركة بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحيد اول حاجة باشتغل بيها قبل مبدأ خلص بجيب الجبنة القريش بتاعتي بحطها في مصفة او في شاشة وبعلقها عشان تنزل اي سوايل او ميا زيادة فيها المقادير معي هنا 50 جرام من الزبدة الفلاحي او السمنة العادية يعني ممكن لو متعفرة معلقة صغيرة ممسوحة من الملح نص معلقة كربوناتو او الهيربي كربوناتو السوديوم ودي المعلقة اللي انا عيرتي بيها خمس معلق من الميا عشان ادوب فيهم النشا النشا هحتاج منها معلقتين كبار هرمي كده معلقتين نشا هدوبهم في الميا دي المقادير التانية بقى معي 300 جرام من الجبنة القريش زي ما قلتو لكم صفيها خالص من الميا بتاعتها ومعي 8 كيلو من الجبنة الرومي البطاريخ البطاريخ يعني الجبنة الرومي الحدقة مبشورة بالشكل ده عشان تسهل علي عملية وانا بحطها تسيح بسرعة هزبط بس المكان كده وهسيب بالحاجات اللي هنستخدمها في الاخر وهجيب بقى الحلة بتاعتي وهنزل فيها بالجبنة القريش الجبنة القريش موجودة في كل مكان وسعرها بسيط يعني ان شاء الله تقريبا بعشرين جنيه كيلو احنا بغديم منها 300 جرام بس وهنزل كده معي بالزبدة الفلاحي دي زبدة فلاحي وبعدين هحط الملح والكربوناتو وهاخد كل الكلام ده كده على النار يبقى انا كده حطيت الجبنة والزبدة والملح والكربوناتو الحاجات التانية دي هتشوفوها امتى هنستخدمها بحطهم على النار بالشكل دوت على نار هدية جدا جدا وايدي فيها تقليب مستمر ما تسبيهاش ابدا ولا تغيبي عنها عامليها بمعاملة السمن البلدي علشان ما تتحرقش منك بسورة طبعا احنا عارفين دي كده كلها تقريبا عبارة عن اجبان عن لبن متجمد شايفين بتسيح بسرعة جدا جدا هيه؟ عايز اقول لكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك رحتها كانت وهم رحتها والله يطلع في الشقة بالزبط كأنك بتسياحي سمنة بلدي زي ما انت شايفة كده ايدي فيها تقليب مستمر بجيب كده اللي بيطلع على الجناب بنزله وبهرس فيها بسباتيول كده مع التقليب على نار هدية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده الجبن الرومي اللي انا حطاها جبن الرومي بطارخ يعني ايه بطارخ يعني قديمة يعني حدقة جدا جدا بعد ما بجبنة ساحت شايفين؟ الجبنة ساحت خالص واختفت تمامنا هي ما عادش فيها غير تخريزة بسيطة برجع برضو اضغط عليها كده لحد ما تدوب تماما بيبقى معايا استائل بتاعي كريمي وشكله جميل زي ما انتوا شايفين وكده متستعجليش عليه النار واطع وايدك في تقليب مستمرشا دلوقت هنزل بالجبنة الرومي المبشورة بتاعتي لو عند الجبنة رومي عادية يقصريها وينزليها بالشكل ده وبرضو هبدأ يقلب على طول وبسرعة عشان اسياحها على قد ما قدر انا هنا بشرطا عشان ما تاخدش معايا وقت في التسيح بقلب كده بالشكل ده لحد ما هتدوب وتسيح خالص سيبقى فيها مطة كده جميلة جدا جبنة دي موفرة قوي 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 تقريبا التكلفة بتاعتها كل التكلفات انا كده كده عندي الجبنة القريش يعني لو قلنا ان احنا اشترينا من بره يبقى اشترينا الجبنة الرومي والجبنة الرومي التمنى بعشر جنيه فمش قصة هتعملي كمية حلوة نظيفة ورحتة حلوة جدا في البيت بس كفاية يعني زي بيقول كده يكفيكي فخرا انا عملت جبنة رومي يا جماعة في البيت ببدأ ادوب فيها كده بالشكل ده وهسياحها على قد مقدر شايفين انا بعملها ازاي وطبعا النار هدية ما تعليش النار عشان ما تشطش منك وصلت للمرحلة دي كده القوام بتاعي بقى ممتاز بقت شبه البشامل شوية هاجي كده هحط معلقتين كبار مليانين من النشا في الخمس معالق الميا وهدوبهم كويس جدا جدا بالشكل ده وبعد كده هبدأ انزل بيهم على خليط الجبن اللي احنا لسا مسياحينه ده هنزل بييد وهقلب بييد وبسرعة جدا 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 شايفين بقلب بسرعة قوي 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 بالشكل ده علشان النشا متلحقش اتكلكع وتبوز لي القوام بتاعي او الخليط بتاعي هقلب بسرعة زي ما انتم شايفين كده على فكرة ادي السرعة اللي انا شغالة بيها انا مش مسرعة على الفيديو ابدا لانا الحاجات دي كلها تكات مهمة ولازم تشوفوها على الطبيعة انا كده كل حاجة تمام وتجنست مع بعضها والنشا اه دخلت في عملية التسوية مع الجبن شايفين اهي مشغلة انا برضو حد ما تأكد تماما ان هي بدأت تفسر عن الحلة وتبقى اهي كده خلاص كده بقت زي الوردة هي معي نيجي بقى هنحطها في ايه في اي بولة عندك انا هنا جبت بولة وحطيت فيها رول استريتش وبدأت احط فيها الجبنة السايحة بتاعتي اه لو مش عندك مسلا بولة زي دي لقى عندك بقى جردل ايس كريم اه اي حاجة عندك اي حاجة عندك طلعيها انا عملت في كزا حاجة على فكرة مش في دي بس بعد كده هبدأ بالرول استريتش كده وهغطي وشها خالص وفرغ اي هوى خارج واضغط عليها بايدي كده بالشكل ده وبعد كده هسيبها تهدى شوية بتاع عشر دقايق بعد ما بتهدى هجيب اي تقل عندي اي تقل حاجة تقيلة او يعني دي كده انا حطيت فيها برطمان وكمان تمليها بقى شوية رز زلط زي ما تعملي كل ما تقلي عليها كل ما تديكي نتيجة احلى كتير 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 هسيبها كده وهبيتها لتاني يوم بعد ما بيعد عليها اربعة وعشرين ساعة بيبقى شكلها كده بالشكل ده القوام بتاعها متماسك لكن طبعا لو انت عايزها بطارخ هتسيبيها على الاقل شهر هتديكي نتيجة هيلة جدا كل ما تقلي عليها وتسيبيها مدة كل ما تبقى معاك جبنة رومي بطارخ يعني حدقة او قديمة زي ما بنقول نكيتها وطعمها اقوى لكن هي كده اسمها كافيور جديدة يعني كافيور يعني جديدة يعني لسه مش متماسكة قوي تاكليها تحس انك بتاكلي مكس كده من الجبنة التشادر على الجبنة الرومي على الجبنة النسطن شايفين ما شاء الله عامل ازاي انا استعجلت عليها وطلعتها على طول عشان خاطر الحق اخلص الفيديو اه فعشان كده قطعتها لكم بادري هي محتاجة وقت اكتر تتمسك في ازايات مشاء الله شكلها ورحتها وطعمها في منتهى الجمال عايز اقول لكم لو انت حابة تحطي لها اضافة قبل ما تصبيها على طول في البولة او في القالب اللي هتشكلي فيها حطي عليهم معلقتين كبار من الفلفل الاصمر الحب وروح يمقلبهاهم كويس جدا وروح يقع حطاهم هيدوكي برضو شكل حلو وطعم حلو ان شاء الله لكن انا بس عشان هنا البنات مش بيحبوا بكة الفلفل الاصمر تظهر فعملتها سيدة بالشكل اللي انتم شايفينه ده الطريقة كانت سهلة وبسيطة وبتمنى ان هو يكون عجبكم ان شاء الله وكده بقى عندك الجبنة في البيت جبنة رومي ممكن تستخدميها بقى في بيت ازاي في كريب في اي حاجة زي ما تحبي انا بصراحة حطيت منها الشراح اللي قطعتها قدامكم دي كلوها وعجبتهم جدا وهي لسه كمان ما خدتش الوقت بتاعها عشان تديه نتيجة اهلة يارب يكون اعجبكم اسابكم في رعية الله كنت معكم سندس سعير السلام عليكم ورحمة الله